بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى سبق في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها وإحنا بمشيين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتأمل فيها وبنرى نورها وبركتها وإزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يا جوامع الكلم وكان لابد يستمر العلماء في التنور بأنوار حضرت النبي ويعيدوا قراءة سنته صلى الله عليه وسلم عشان تملى حياتنا مهما حصل فيها تغير تملى حياتنا نور وبركة وعشان كده إحنا بنقرأ سنة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من مدخل جديد أطلقنا عليه المدخل الحضاري اللي بيجمع ما بين المدخل الاقتصادي والإداري والنفسي وكل المداخل اللي ممكن تكون بتعود بالنفع علينا في حياتنا المتغيرة وخاصة مع التطورات الضخمة اللي حصلت في ثورة الاتصالات والمواصلات فكنا لازم نقرأ سنة رسول الله عشان نستهدي بيها ونطبق قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن يبقى إحنا عايزين نسير خلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيا حضرة النبي إحنا بدأنا مع سنتك إزاي نعيش بالثلاث قيم الكبرى اللي بتخليه أعملنا أعمال صالحة ابتدينا بحديث الرحمة الراحمون أرحمهم الرحمن وتعالى ثم تكلمنا على حديث الخير لأنه دي قيمة ثانية من قيم حديث أم السنة حديث سيدنا جبريل اللي تكلم عن الإيمان والإسلام والإحسان فأخذنا من الإيمان الرحمة وأخذنا من الإسلام الخير وأخذنا من الإحسان الجمالي فبقى عندنا تلات قيم كبرى وتكلمنا عن الرحمة وتطبيقاتها وتكلمنا كمان وشرحنا حديث خيركم أنفعكم للناس وتكلمنا في حديث في شرح حديث خيركم أنفعكم للناس عن مجالات الخير الخمسة اللي احنا بنقترحها اللي هو الخير الصحي والخير العقلي والخير الديني والخير العرضي والخير المالي آه واخدنهم من المقاصد الخمس وحطينا خمس معايير للخير المناسبة والفاعلية والواقعية وكمان اعتبار الأولوية وفي الآخر خالص الاستمرارية وكان لابد أن احنا نعمل تطبيقات على الخير وعشان كده اختارتي ثلاثة من أكثر الناس من أولادي اللي بيشتغلوا في باب الخير وبيحاولوا يمرسوا الخير بأفكار بديعة وجميلة معايا الدكتورة نورة أهلا وانا سهلا بحضرتك إزاي حضرتك يا مولانا مساء الخيرات الله يبرك في حضرتك ومعانا كمان السيد أحمد عزة إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد إزاي حضرتك يا دكتور عمر الحمد لله ومعايا كمان أخيرا الأستاذ عمر عمر إزاي حضرتك يا سيد عمر أهلا شهر لمولانا السيد أحمد خلينا نبتدي السؤال الأولاني مباشرة للدكتورة نورة عمل الخير اللي انت بتقومي بيه في أي مجالات الخير اللي احنا قسمناه اللي هو الخير الصحي والعقلي والديني والعرضي والمالي في أي أنواع الخير دولة أو في أي مجال من المجالات الخير دي حضرتك بتعملي الخير أنا دائما بحاول يا مولانا في الخمس مجالات الحقيقة أعمل ثلاث حاجات أرى الخير أنوي الخير وأكون الخير طيب مثلا في المجال الصحي بحاول أعتني بصحاتي عشان أقدر يعني أنت بتشتغل في المجالات الخامسة؟ بحاول اه اتزان تعلمنا من حضرتك يا مولانا معاني الاتزان فبحاول فيه مهمة الخمسة اللي والغير يعني لأنا بعمل خير لنفسي لأنا اهتم بصحاتي وبهواياتي فأنمي عقلي وأعرف أكتر عن ديني لا أخد في أعراض الناس بطريقة أو بأخرى فأحفظ نفسي وآخر حاجة والمالي بالنسبة لي الوقت والمعرفة يعني بترجم المالي في مهناتي حتى اللي هو لأنا بأبذل الوقت والمعرفة آآ دون مقبل فده برضو نوع من أنواع الخير يعني ده حاجة رائعة جدا شكرا ان انت حضرتك وضحتي ان انت وكأنك عشان تسيري في الاتزان بتعمل الخير في المجالات الخامسة طب والأستاذ أحمد عزت في أي مجالات الخير الخامسة دولة حضرتك بتشتغل وأنا عارف ان انت أوقات كثيرة بتشتغل مع المكفوفين بتشتغل مع المحتاجين في أي أنواع المجالات الخامسة والله يا سيد انا ممكن احكي لحضرتك لو قلنا المكفوفين ممكن احكي لحضرتك سريعا ومشروع معاهم يعني الحمد لله هو تطور من مرحلة للتانية يعني احنا الشغل مع أحد الجمعيات المكفوفين كان نبادئ على انشاء جمعية لتعليم الأطفال المكفوفين الغير مكتدرين فكنا بنركز قوي على ان احنا نعلم من الأطفال دول البرايل اللي هي الطريقة بتاعة المكفوفين للقراءة والكتابة اللغة العرقبية والحساب والقرآن وعجازة فده اعتقد يعني كان ممكن يغطي الجزء الديني والعقلي لأنه هو في التعليم وزي ما حاجة ديما بتعلمنا هو التعليم الأساسي اللي بنبدأ دي كل حاجة بعد المحادثة شوية مع الأستاذة اللي بتدير الجمعية هناك هي المكان في عين شمس فكان لازم نعرف احتياجات الناس دي فعرفنا ان الغسرة نفسها اللي عندها طفل مكفوف ده طبعا بيتطلب منهم رعاية زي ده وتركيز معاه فكان لازم نسعيدهم كمان في سد احتياجات البيت الأساسية يعني التخزية مثلا لأنه هم محتاجين يبقى عندهم المساعدة دي عشان يقدروا يطول الفط تركيز أكتر كده روحنا كده روحنا للخير الصحي بقى اه الخير الصحي واعتقد برضو الممكن الخير المالي يعني حسينا برضو انه وجود الحاجات الأساسية في البيت ده شيء بيديهم استقرار ويساعدهم على ان هم يساعدوا للقرآن فبدأنا نعمل شنط زي بتاعة رمضان اللي هي شنط التخزي الأساسية ونسبت ده كل شهر يكون موجود علشان بند من البنود اللي بتأخيهم او ممكن تكون صعب عليهم تتشال ونركز أكتر مع مع الأصفال اه 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 اتطورنا سنة بعد كده ان احنا بدأنا نفكر نشوف طيب الحالة النفسية للأصفال والعائلات دي يعني احنا هنتعلم وهيكش لنا لأكل والشرب بس كمان عايزين يعني نمارس الحياة قبطر شوية فبدأنا نحاول ان احنا في السنة على اقل نعمل حفلتين ورحلة يعني مسلا زي حفلة مولد النبي نروح كنا مع بعض تجميلة من الجنال الجميلة اللي موجودة في مصر الجديدة ونجيب فرقة موسيقية ونرسم للولاد على وششهم ونجيب ايس كريم ونتصور ونتبسط عشان كمان الناس دي تخرج وتمارس الحياة ومن اكتر افكاد كمان انه انه احنا يعني ممكن نشارك ده مع بعض والشباب طيب تشيء بديعه يا سيد احمد وانا شاكر لحداتك هذا الكلام عن رحلة التطور اللي انت قمت بيها في عمل الخير مع احبابنا واخواننا المكفوفين نروح بقى لسيد احمد لسيد عمر عمر ايه اخبار الخير اللي حضاك بتعمله وفي اي المجالات الخامسة انا انا احنا اشغالين في مشروع بيقدم بالتنمية المجتمع المحالي بقرية من قرنة السحر الشرقية في مصر قرية دي وادي سحراوي اسمه وادي حمير طرف قرية اسمها قرية الشرسبي احنا بنحاول ان احنا نعمل تنمية للبجتمع المحالي ان احنا التنمية دي بتشكل مجالات التنمية المستدامة اللي هما سبعتاشر هدف تنمية المستدامة في الممتحدة فاحنا لقينا انه هي بداية التنمية للمجتمع ان احنا نتبقى السحة الاورة عشان ندخل المشرك المجتمع يكون عاصر لتمنى المحبات. فكانت البداية من آآ مقترح لمشروع قفيلة طبية. وبعدين راحنا بنجلس المجتمع المحلي لانه آآ علشان نهتمل صحتهم وندعم صحتهم فاحنا محتاجين العلاج الغذائي. ان احنا برضو نهتمل التغذائي. فآآ هي من مجالات لخير الصحي. طيب انا محتاج من حضرتكم ان انتو في حلقة تانية وفي وقت تاني نتكلم بالتفصيل عن مشروعات حضرتكم وازاي المشروعات دي تم تطبيق المعايير الخامسة عليها وازاي المشروعات دي ممكن اللي هي المعايير الخامسة اللي هي المناسبة والفاعلية والواقعية واعتبار الاولوية والاستسرارية. اوعدون ان انتو تكونوا موجودين معايا في حلقة مقبلة كمان نتكلم بالتفاصيل عن مشروعات حضرتكم ودايما تكون في خير وسلام وبركة. دكتورة نور انا شاكل لحضرتك سيد احمد عزة انا شاكل لحضرتك سيد عمر عمر انا شاكل لحضرتك ودايما تكونوا في الخير ودايما تكونوا من اهل النور والبركة وربنا يجري على اديكم الخير للبلاد والعباد. شكرا لحضرتكم. يا سادة لابد ان احنا نقول حاجة مهمة جدا بعد الكلام المهم اللي تفضل بيه احبابي السلاسة وهم بتكلموا عن اعمال الخير. الخير يا سي دي الخير المتزن والخير الحقيقي والخير اللي ممكن نقول عليه خير انساني لازم يتغسل يتغسل في المجالات الخامسة. يبقى لازم وانت بتتكلم عن الخير تلاقي الخير في جزء صحي صحي جسدي وصحي نفسي وتلاقي في كمان جزء بتكلم عن الخير العقلي بتطور ذهنيتي الناس وتخليهم اكثر وعيا وفي نفس الوقت تملى الخير ده بالقيم عشان يبقى خير ديني وفي نفس الوقت تخليهم معتدين محدش فيهم حاسس بعدم الثقة بالنفس ولا حاسس ان هو انسان مهان ولا انسان مهمش لا انسان قوي ثابت عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وحاسس ان عرضه مصان وفي نفس الوقت حاسس ان الرزق متاح وعنده فرص للعمل والكسب تجيب خير كتير عليه. لابد ان احنا نعرف حاجة تانية كمان ان الوقف قديما كان بيقوم بكل الوظيف دي وكان الخير في الوقف خير ابتكاري وكان بيخلي الحياة اكثر نورا ولازم نعرف ان مسألة حبس العين وتسبيد السمرة اللي هو الخير ده كان بيقوم بادوار كبيرة في حياتنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخير تكلم عن الخير بالمفهوم الواسع ده ان الانسان ما يتقفش عن اي نوع من انواع الخير وكانت كلمة الصدقة ومفهوم الصدقة هو اللي بيخلي الخير واسع في كل المجالات وتبسمك في وجه اخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة لا يحقرن من المعروف شيئا كل ده بيوسع مفهوم الخير فوسعه مفهوم الخير وليه بقول وسعه مفهوم الخير لان حياتنا اصبحت وسعه هل احتياجاتنا تغيرت اي واحتياجاتنا تغيرت ولما الاحتياجات بتتغير بنحتاج ان احنا نوسع مفهوم الخير ليه نوسع مفهوم الخير لازم واحنا بنتعامل مع مفهوم الخير في حياتنا المعاصرة يبقى عندنا نظرة حضرية شويتين ثلاثة لازم نقسم الخير بنسب يبقى اربع اربعة من خمسة الحاجة وواحد من خمسة الحاجة الخير الرشيد وتوزيع الخير الرشيد اربعة من خمسة لازم يكون للتطوير والتنمية تطوير الانسان وتفكير الانسان ومستقبل الانسان ولازم نفكر في مستقبله ويبقى عشرين في المية لسد احتياجاته ليه طيب لان احتياجات الانسان وخاصة انسان المعاصر لا تنتهي يبقى احنا لو خلينا كل الخير لسد احتياجات الانسان ايه لا يحصل هينتهي كل الموارد اللي عندنا ولسه الخير ما يقدرش يسد حاجة الناس لكن لو مشينا بهذا القانون الانساني اللي اكتشفوا بريته اللي هو قانون تمانين عشرين هينوصل لخير رشيد وخير مستدام وعشان كده لازم نعرف ان الخير محتاج لحاجتين لا نكتفي في الخير بالارادة انما الاعمال وبالنيات لازم فيه ادارة لا نكتفي في الخير فقط بالارادة لكن لازم كمان ندير الخير فلازم يبقى عندنا حاجة جديدة اسمها ادارة الخير ادارة الخير اه الناس عملت ادارة التطوع لا الخير نفسه لازم يدار والكلام اللي كان حاصل في الوقف كان شكل من اشكال ادارة الخير ادارة الخير يعني ايه لازم الخير يدار بنسبة تمانين عشرين تمانين للمستقبل وعشرين للاحتياجات ده وقت لازم نعمله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وضحته لما قال اني لا اعطي ادارة الخير فين في كلام حضرة النبي اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي خشية ان يكبف النار ليه؟ عشان مستقبله محتاج له انه يكتسب مش محتاج له انه يأخذ المال لا ده محتاج انه يكتهد عشان يتطور ذاتيا عشان الخير يفضل خير مستدام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل من اعام علامات الخير ان الخير يكون مستدام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ان الخير لازم يكون مستدام فقالي حضرة النبي خير العمل ادوامه وانقل فظهر محبة استدامة الخير عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر أن أفضل فهم لاستدامة الخير هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إيه ده؟ يعني الخير يفضل مستدام حتى بعد موت الإنسان وده أفضل تعبير عن استدامة الخير إن الخير يفضل مستدام حتى ولو صانع الخير انتقل إلى الحياة البرزخية يبقى إحنا لازم نؤمن باستدامة الخير عنا نؤمن باستدامة الخير إزاي؟ لما نحدد للخير ثلاث أهداف دايما إحنا دايما بنحصر الخير في هدف واحد بس لا إحنا عندنا ثلاث أهداف للخير الهدف الأولاني إن الخير يكون ميسر للحياة يسره ولا تعسره فمن ضمن أهداف الخير إن أنت تكون ميسر ميسر يعني إيه؟ تخفف عن الناس وتكفيهم يبقى التيسير هنا بمعنى إيه؟ التخفيف والكفاية الهدف الثاني للخير مهم قوي اللي هو الدعم والتقوية تدعم الناس وتقويهم تدعم الناس وتثقفهم وتعلهم مهارات جديدة عشان يبقوا أقوية ويسقوا في الله سبحانه وتعالى ويسقوا بإن الحياة نعمة الهدف الثالث هو العون إن انت كمان تكون الخير ده تكون عوني على التنمية في المستقبل عندنا ثلاث أهداف للخير التخفيف والدعم والعون على التطوير والاستدامة في المستقبل طب نعمل ده إزاي؟ هقول لكم ثلاث إجراءات والكلام اللي احنا بنقوله في الحلقات التطبيقية دي احنا بنفتح فيه لأبواب ومنتظرين منكم التطبيق وعنقول لكم شوية إجراءات تساعدكم على ده دايما إذا كنت مسؤول عن عمل في الخير أو مسؤول عن تدريب أي حد على الخير لازم تدرب الناس على معارض الإبداع والابتكار في الخير الخير مجالات احتياجات الناس ومستقبل الناس يحتاج إلى الإبداع لازم تعلموا الناس اللي بتشتغل في الخير الإبداع والابتكار طب احنا جبنا منين ده؟ من سنة رسول الله من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام علموا الناس الإبداع والابتكار في الخير ويسيبوكم من العقليات اللي في الحقيقة ضيقت علينا حبنا للخير وضيقت علينا كمان اتباعنا لحضرة النبي لما قالوا أن كل حاجة ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم كانت بدعة لا احنا مش مؤمنين بهذا المفهوم احنا مؤمنين بأن من علامات صدق الحب الإبداع في حب البدية إن احنا نبدع في الخير لأن ربنا بيحب الإبداع في حب الخير هالجزاء الإحساني إلا الإحسان الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها عايزين نعمل جايزة لأكتر عمل خير بتتوفر فيه المعايير الخامسة اللي إيه المعايير الخامسة اللي مع المناسبة والفاعلية والواقعية واعتبار الأولوية والاستمرارية الحاجة التالتة عايزين نعمل حاجة مهمة قوي عايزين ندرب الناس تدريب يومي على عمل الخير وخاصة للأطفال نعمل لهم تدريب يومي على فعل خير وده مهم جدا ويا حب هذا لو وصل بنا الحال ان احنا نعمل ألعاب عالمية لتدريب الأطفال على الخير كيفيانا ألعاب بتدرب الناس على العنف بتدرب الأطفال على العنف كيفيانا ألعاب بتدرب الناس على كل معاني الاستهلاك وكل معاني استهلاك الوقت احنا عايزين من هنا ورايح نعمل ألعاب للأطفال بتعلمهم تبادل الخير نعمل فكرة كده لعبة عالمية الأطفال يتبادلوا أفكار الخير من خلالها ويبنوا مؤسسات للخير ويدعموا الخير ما بينهم انا اظن ان التلات أفكار دولة ممكن يساعدون جدا على تجديد الخير في قلوب ده اول حاجة ببساطة خالص من الاول خالص اول اجراء بنقوله للناس علموا الناس مهارة الابداع والابتكار في كل الأعمال الخيرية نعمل جايزة للعمل الخيري لما العمل الخيري يتوفر فيه الخمس معايير ايه العمل الخير اللي هتتوفر فيه الخمس معايير دولة اللي احنا ذكرناه وكمان ندرب الشخص على انه كل يوم يعمل عمل خير وبدل ما يلعب ايه اللي يحصل يدرب نفسه باللعب على أعمال الخير ودوة انا اظن هيوسع مفهوم الخير ويخلي فيه تبادل ما بين الأطفال في العالم كله في أعمال الخير ويخلي الشخص يحس بان خيره ممكن يتجاوز ويصل الى حياة الانسان وتعمير الانسان محتاجين خير كتير ومحتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يرى الخير في قلوبنا وان شاء الله ربنا عندما يرى الخير في قلوبنا هيوسع علينا ويبارك لنا ويخلينا في سعادة وهنا على الدوام يا رب جعلنا من أهل الخير وجعلنا ندخل عليك من أوسع الأبواب وهو أبواب الخير لأن الله سبحانه وتعالى يحب الخير فاجعلنا يا رب دايما في مرضاتك ودايما في رضاك فاصل ثم نعود إليكم عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي ظهرت أمام حضراتكم والصفحة دي هي اللي تلقينا عليها أسئلتكم وبنتلقى كمان ترشيحات لحلقات الجليس وكمان منتظرين التطبيقات وخاصة حديث الخير دات مليان بأفكار كتيرة ومليان بساحة مفتوحة أرجو اللي انتو تبعتونا تطبيقاتكم للخير على صفحتنا وتلقينا أسئلة على صفحتنا احنا عن نبتدي بالجواب عليها في حلقتنا النهاردة أول سؤال عن جاوب عليه النهاردة من حساب كريم متحت بيقول لو سمحت أنا عايز أجيب كلب هل هو يمشي الملايكة؟ تعالوا نتفق على أن الفتوى استقرت على أن الكلاب طاهرة وهذا قول السادة الملكية وده احنا بنفتي به بقيت مسألة هل الكلاب بقى بتطرد الملائكة؟ الراجح عند الكثير من أهل العلم أن الكلب إذا كان لحاجة في البيت لحاجة فهو لا يطرد الملائكة طب نعمل إيه بقى في مسألة نحطه فين؟ الأساس أنه يتحط في الحديقة أو يتحط في البلكون طب وإذا ما كانش عندنا ده متاح يبقى الخلاص نخصص مكان للصلاة ما يدخلوش الكلب وبكده يبقى حققنا كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعتها يبقى المسألة فيها سعة وبركة ونور السؤال الثاني جالنا من حساب علي حماد يقول ممكن حضرتك تتكلم عن الرضا يا شيخنا أهو ده كلام حلو أهو ده أنا طبعا مقدر إن احنا محتاجين نتكلم عن الرضا ليه؟ لأن الناس عايزة ترضى الناس نفسها عايزة ترضى وأوسع طريق للرضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا عايزين نتعلم إزاي نكون رضيين عشان نقدر نحس برضى الله عننا أكتر الناس اللي بتحس برضى الله عننا برضى الله عنهم أهل التسليم وأهل التفاؤل وأهل البشة وأوقيتكم إن احنا نعمل حلقة عن الرضا في أقرب وقت نتكلم فيها عن الرضا وإزاي إيه هي مصادر الرضا وإزاي نستثمر الرضا في حياتنا وإيه أثر استثمار الرضا في حياتنا بإجراءات بسيطة وسهلة فإن شاء الله هستجيب لطلب السيد علي وإن شاء الله نتكلم في حلقة قريبة عن الرضا السؤال اللي بعد كده من حساب شوق ضاح بيقول إذا طلق الرجل زوجته ثم رجع عن الطلاق في اليوم التالي هل عليه كفارة؟ لا على إن هو أنا آسف يعني على إن هو يتعلم شوية العقل يتعلم شوية الحكمة يعني هو تاني يوم رجع مراته طيب يا سيدي مش واحدة واحدة بس إن أنت كنت تستحضر مقالات الأمور تعرف إن الطلاق ده كب للزيت وحرق للغيت وهد للبيت تعرف إن الطلاق لماذا كان الطلاق أبغض الحلال عند الله عشان الأسار السلبية عشان الهلكة عشان النفوس اللي بتتدمر عشان الأولاد اللي بيتشردوا عشان والهازوا بالله الظلم اللي بيحصل أنا أقول لكم أنا شغلتي جزء شغلتي كلها في الطلاق في منع وتحصين المجتمع المصري والمجتمع المسلم ضد ضد زائرة انتشار الطلاق أنا بقول لكم إن أكثر حالات الطلاق هي حالات ظلم حالات ظلم ظلم تام شخص بدل ما هو يصبر إلا حاصل يسارع في الطلاق شخص بدل ما يصلح أخلاقه يطلق شخص بدل ما هو يعترف بأخطاءه يرمي بلاء على بنات الناس فيطلق امرأة بدل ما هي تطور من نفسها وتطلب الطلاق فيطلقها في حالة عصبية صحيح الطلاق مسؤولة الرجل بس أنا كمان بقول إن الطلاق كمان مبني على علاقة ما بين الطرفين اللي اتنين محتاجين يتطوروا ولذلك إحنا بنعمل جلسات للإرشاد الزواجي وبنعمل كمان تدريب للناس اللي أكثر تعرضا للطلاق إن إحنا بنعمل لهم دورات للتوافق الزواجي أنا بقول للناس مش منهم إن أنا طبعا إن أنا أقول لك الحكم بتاع حدثة الطلاق بتاعتك هي وقعت ولا ما وقعتش ده مهم جدا بيان الحكم بس الأهم منه إن أنت تروح لجزر المشكلة وتروح تعالج جزور المشكلة لكن إن إحنا نفضل ويجينا مرة واثنين وثلاتة أقول لكم حاجة أنا ساعات بنظر في حالات طلاق الراجل طلق مراته من العشرين إلى الخمسين مرة أنا مش بتكلم عشان هو دلوقتي أرهقني وتعبني لكن أنا بتكلم على النفس اللي بتتومن مع كل مرة بيقول فيها أنت طالق أو كل مرة بيقول عليها الطلاق وأنا ما أقدرش بالمناسبة ما أقدرش هو بيقول لي دلوقتي افتيني دلوقتي هو أنا الطلاق ده وقعوا لما وقعش بالمناسبة أنت لازم تجيلي لازم تكلمني على التليفون أو تجيلي على دار الإفتاء المسارية عشان أقدر أفتيك في مسألة الطلاق عشان كده أنا استثمرت الوقت اللي أنا أكلمك فيه في إيه؟ في نصحتك يا جماعة من أهم أسباب التقوى الزوجية هو الابتعاد هو حز مفهوم الطلاق من الحياة الناس بقوا عندهم هشاشة نفسية خفة نفسية أكتر حاجة لاهم يهدد بالطلاق أو يمارس التعدي بالطلاق أنا أقوى بسميه التعدي بالطلاق عارف ليه؟ لأن في بعض الأحيين استخدام الطلاق بيبقى زيه زي الانتهاك والتعدي شوف الإنسان وهو حسس النواة قهر اتسرق منه عمره في الآخر خالص مواصلين للطلاق اتقوا الله في أنفسكم يا سادة الطلاق ده مش لعبة الطلاق ده هد الطلاق ده ظلم فاتقوا الله سبحانه وتعالى وخلوا الطلاق بعيد عنكم الطلاق عامل زي عملية جراحية الطلاق ده مش محاولات لإسعاد النفس أبدا ما تعملوش كده لإني الله لا يرضى عن الظالمين السؤال بعد كده سؤال من حساب أسمهان زكريه لو سمحت يا شيخ يا شيخنا الكريم سؤال أنا بقرأ سورة الإخلاص عشان خطري بس نخلي بالنا أنه سورة بالسين مش بالصات سورة الإخلاص في آخر كل راكعة بعد الفتحة وسورة قصيرة قبل التشاهد وبعد الفتحة بعد التشاهد هو ده في حاجة غلط زوجي بيقول لي ما ينفعش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي وهو عدم قراءة أي قرآن بعد الفتحة بعد التشاهد الرجاء من حضرتك الإفادة ولك كل الشكر طبعا السؤال ده تشكله كده محووس شكله كده متلغبط شوية هي السؤال بيقول إيه أنا بصلي في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة في الصلاة المغرب بقرأ فيهم سورة كمان يعني إيه اللي حاصل؟ أنا بقرأ الفتحة وسورة في الركعة الأولى والتانية وبقرأ في الركعة بعد التشاهد اللي هو التشاهد الأوسط التشاهد الإيه؟ الأوسط إذا كان في الركعة بقرأ برضو الفتحة وسورة أو في الركعتين بقرأ بالفتحة وسورة هل ده صحيح؟ لا هو تقرأ الفاتحة فقط طب والصلوات الفائتة صلواتك صحيحة عشان بعض الناس بيقولوا إذا ما كانتش دي السنة طب خلاص يبقى الصلوات الفائتة دي بطلت لا لأن موطن الوقوف وموطن الوقوف اللي هو القيام ده ده موطن تلاوة القرآن فإذا زاد الإنسان في تلاوة القرآن صلاته لا تبطل يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى صلاتك الفائتة صحيحة؟ أو سألنا عارف السؤال ده هو جزء ممكن يقول لها ومشواخد أن هي وتكون موسوسة فلا إحنا بلما واخدين بلنا أنه يبقى الصلوات الفائتة صحيحة لكن بعد كده اقتصري في الركعة الأخيرة أو في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فقط وصلاتك الفائتة صحيحة السؤال اللي بعد كده سؤال من حساب حسن عاشور أنا عندي سؤال أنا لي أختي الصغيرة هي اللي أطعتنا بدون أي شيء وإحنا أربعة إخوات غيرها أطعتنا كلنا وإحنا علينا ذنب وجزاك الله خير أنتوا معلكمش زنب أن هي أطعتكم ده فعلها هو والإنسان لا يحاسب إلا على فعل هو ولا تزر وزرة وزرة أخرى يبقى هي المحاسبة على أن هي عملت هذا الوزر اللي هو القطيعة لأن الرحم سجدت تحت عرش الرحمن وتعلقت قالت هذا مقام لا إذ بك فحضر فمولانا سبحانه وتعالى رح مكلم الرحم وقال لا ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك آه لا دي معصية معصية وكبيرة اللي هو قطع الرحم ولكن 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 أنت مش مسؤول عن اللي عملته أختك بس مسؤول أن أنت تكون من أهل لصلة الرحم وصلة الرحم مش المكافأة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فحضرت النبي بيكلمك أنت بيكلمك أنت وإخوتك الأربعة أن أنت توصل أختكم وخلوا بالكم دي بنت ممكن تضيع لازم تفضلوا محاجين عليها حتى كرامة لأبيك وأمك كرامة للأمن اللي رضعتوه مع بعض كرامة للمحبة كرامة للتربية اللي تربطوها مع بعض ولذلك أنت واجب عليك أن أنت توصلها واحد يقول لي والله ما بقدرش أبو أبو الصلة على الأقل أن تتصب بها تحس أن هي في حد بيصون العشرة في حد بيراعي كمان الحرمات لا أنت رسوله بأن أنت تكون لين مع الناس فما بقى لك كانت أهل بتقول أنها كان بتسمع أغاني طبعا الكلام حصل حتى هم لما داخل سيدنا أبو بكر وداخل قال دعوما يا أبو بكر فإن هذا اليوم يوم عيد فإن لحاصل فسماع الأصوات الحسنة بالكلمات الحسنة بالأنغام الحسنة ده يرقق القلوب ويوصل الناس إلى الله سبحانه تعالى فده ما حد يقدر يحرمه لكن إمتى يكون الإشكال الإشكال في الحقيقة لما تكون الكلمات سيئة فتدعو إلى المجون والأصوات سيئة ومش بس الكلمات والأصوات سيئة ده الكلمات والأصوات سيئة والموسيقى سيئة في موسيقى الآن تخلي الأعصاب تتلف فإذا كان المسألة كده فلأ فإذا كانت المسألة كده فلأ لكن يا سيدة الصوت الحسن والكلمات الحسنة والنغمات الحسنة هذا مباح فإذا كنت أنت بتعملي كده في اللي فات هو أحد وسويسك لأن الطريق ده كان أشهر طريق لجذب الناس للتطرف بالمناسبة اللي هو فكرة إيه ده أنت سيصبل الرصاص المنصور في أزونايك فيقول له لا 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 طب أعمل إيه يقول له تعالى بقى كفر عن اللي فات لا يا سيدي لازم نفهم كده بشكل واضح وبشكل صريح أني لو كنت بتسمعي كلام حسن وأصوات حسنة وكلمات حسنة أنت ما كنت إيش أثمة ولا حاجة لأن بعض الناس بيحسسوا الناس أنه ملوس فتعالى انطهارك فلا بلاشي الكلام ده وبلاشي الطريقة دي في التعامل مع أحكام الشريعة طيب بقيت السؤال بيقول لي بقى يبدو أن هي بترجع تسمع وهو بقى أدوة اللي بيعمل وسواس ده اللي بيعمل للناس عدم القدرة في يقول له لا احنا مش قادرين نتدين احنا مش قادرين ندخل على ربنا مش قادرين نمارس الطاعة كده فيبتقول ويبدو أن هي بتسمع دلوقتي شعر عادي يعني مفوش أي كلام ماجن فإذا كنت بتسمعي شعر عادي مفوش أي كلام ماجن لا ده مش حرام عليك السؤال بعد كده سؤال رشا زاكي طبعا السؤال اللي فات السؤال الغنى ده كتير من الناس يحتاجوا ببعض الحديث اللي جي معلق في صحيح البخاري سأتي زمان ونعن أمتي يستحضون للحرى والحرير والمعازة ده بيتكلم عن جلسات أنا آسف يعني جلسات الجنس الجماعي لأن كان الناس بتسمع الغناء في عصر حابة النبي وكان الناس بتلبس الحرير في عصر حابة النبي وكان الناس كمان بتشهب الخمر قصدي قبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس كانوا بيعصوا بيعصوا ويرتكبوا هذه المعاصي يعني أن الرجال تلبس الحرير والناس تشهب الخمر والناس كمان إذن ما كانش المقصود تحريم كل واحد على حدة لكن المقصود الهيئة الاجتماعية أن كلهم مع بعض هيحصل كده مع الناس ولذلك لا ولذلك الكلام ده مش دليل على حرمة الغناء ده إيه ده ده بيدل على حرمة المجون والفجور اللي بيجتمع فيه التلاتة دولار لبسين حرير وللأسف بيزنوا وكمان بيوعظف بالموسيقى عليه اللي احنا ممكن نستلح عليه بالاستراحة المعاصر اللي هو حفلات الجنس جمعي لكن النغم الحسن والكلام الحسن سمعه صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه أثنى عليه صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حسن السؤال اللي بعد كده سؤال من صاحبة حساب رشا زاكي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا أنا كنت عاوزة أعرف الفرق بين الصبر وظلم النفس يعني ممكن يكون صبري ظلم النفسي والله يغضب علي أكيد لا أكيد الصبر حفص النفس عن الجزعة والصبر لا يأتي إلا بخير والصبر ده الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب يبقى إذن الصبر ده نعمة وفضل وهبة من الله سبحانه وتعالى لو حصلت للإنسان هيبقى ده فضل من الله كبير ولذلك إنت لو كنت من أهل الصبر ده فضل من ربنا لكن الظلم النفس أنت أصدق هل ممكن واحد يجي على نفسه من أجل الآخرين وساعتها يبقى بنيظلم نفسه لا هي ما بيبقاش المعنى كده بيبقى المعنى إن أنا إنسان غير متزن وبقدم مصلحة الناس عن الواجبات الشرعية في حياتي يعني أقدم نفع الناس على قيامي بواجبات بيتي فعندي خلل في الأولويات أهو ده يبقى السؤال هل الخلل في الأولويات ظلم للنفس؟ نعم إنه واحد يقدم المؤخر على ما يجب عليه شفت ناس كتير كده واحد أولاده بيئنه محتاجين عطف وحنان ونفقة فيروح ينفق على الآخرين ده ظالم ظالم لأولاده مضيع لأولاده ده يبقى ظلم النفس ظلم النفس وقص على ده كتير واحد واجب عليه إنه يعمل في الشغل فسيب العمل ورايح يقول إيه أنا بعمل عمل خيري وهو في الشغل اللي واجب عليه إنه هو يتق الله فيه لا ده حرام عليه يبقى هو واجب عليه إنه هو يقوم بعمل الشغل اللي هو ربنا أقامه فيه يبقى إيه؟ يبقى كده فهمنا هو يبقى الصبر كله خير لكن اللي إحنا بنتكلم عليه ويبدو في السؤال ده ده ظلم النفس بمعنى إيه؟ إن الإنسان يعمل خلل في ترتيب الأولويات أو إن الإنسان ييجي على نفسه التعبير اللي إحنا بنقوله ييجي على نفسه عشان الناس مين قالك إن أنت تيجي على نفسك بمعنى أنت تضيع الواجبات الواجبياتك أنت عشان الناس ده مش ده مش من قبيل الإيثار الإيثار يا سيدي يكون في غير الواجبات يعني إيه؟ إنت لو عليك واجب والواجب ده أولى من إنك أنت إن أنت تعطي لحد تاني فده واجب عليك فلازم تقدمه ولازم تفعل الواجب اللي عليك وهو الطريقة دي وهو عتظلم أهلك معاك يعني إيه اللي حاصل؟ هو عتيجي تقول أولادك استحملوا عشان الآخرين طب وليه تعمل كده؟ تم أنت ما تضيعهمش قوم بحقهم وعلمهم من خير علمهم أنهم ما يتدخلوا لعمل الخير بس أنت ما تعرضهمش للمخاطر وتعرضهم للضياع وتقع في ناهي حديث الرسول اللي عليه وسلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود وتيجي تقول هو أنا كده ظلمت نفسي عشان جيت على نفسي أنت ما جيتش على نفسك بس أنت جيت على نفسك وعلى أولادك وقص على ذلك كل الأمور اللي في حياتك فما تعملش كده أبدا وعشان كده يبقى عارفين الفرق الصبر الصبر دوات نعمة من نعم ربنا في كل وقت إنما الإنسان لازم يكون مهتم بالحقوق اللي عليه آخر سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا بقرأ القرآن لكن فيه كلمات بتهت فيها وكمان كلمات ما بفهمش معناها هالقرآن كده حرام؟ بالعكس أنت كده بتاخد ثوابين أنت كده بتاخد ثوابين ثواب إيه؟ ثواب القراءة وسواب المشاقة ده أنت حضرت النبي تكلم عنك أنت بس ما تكونش مأثر يعني ما تكونش أنت متهاون في عدم التعليم أو تحسين قراءتك حاول تتحسن قراءتك وكل القراءة اللي فاتت دي ربنا يعطيك على كل حرف مع العشرة مضروب كمان فيه اتنين مضروب فيه سواب القراءة وكمان سواب المشاقة ربنا إن شاء الله يكرمك ويكتب لك الخير ولكن نسعى في تعلم تجويد القرآن وحسن تلاوة القرآن إن شاء الله يكتب لك الخير العمين إحنا يا سادة تكلمنا النهاردة تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا عن تطبيق لحديث خيركم أنفعكم للناس واتكلمنا عن مقترحات لكيف نفعل الخير في حياتنا الخير واسع إيه وعا تحرم نفسك من الخير عارف ليه الخير؟ الخير ده نور الدنيا الخير ده وصل مع الإله الخير ده كمان هي حلوة الحياة حياة من غير خير حياة ما لهاش طعم حياة من غير خير حياة ما فيهاش وصل حياة من غير خير حياة من زوعة السعادة اللهم إنا نسألك أن تجعل نظرك إلينا يملأ قلوبنا خيراً فتمتلئ سعادة وحلاوة ووصلاً يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مدداً من عندك يملأ قلوبنا قوة على أن نكون من أهل الخير اللهم اجعلنا في الخيرين ومع الخيرين ودائماً نفعل الخير لنكون في صحبة خير المرسلين خير من أرسلته للعالمين يا رب العالمين اجعلنا دوماً من أهل الفضل ومن أهل البركة واجعلنا يا ربنا بالخير عبيد فضل لا عبيد عدل برحمتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين